التطور اللي على المستوى المحلي يعني انا احنا متسميها بصفة عامة قوانين استثنائية القوانين استثنائية دي عليها جدل من السبعينات والثمانينات عندنا في مصر يعني في حكاية عليها طويلة لكن طبعا أنا معاشر المندخبات القوانين دي ما أصلتش يعني ما عملتش التأثير المثل اللي بتتكلم فيه من ناحية الفنية خالص يعني ما أصلتش خالص أغلبية يعني مثلا دي مثلا المدربين عندنا كانوا حريفة شويتين ثلاثة يعني واحد زي أحمد الحمر كانوا الهدف اللعب لا شوال باتنين وكلام كده فكانوا المدربين شطار جدا يخلوا أحمد الحمر موجود في الملعب اللعبة كنا تتلمى عليه فبينزل واحد صغير يخش يحطوا جميع من بره يعني كان فيه دايما في المراحل السنية الصغيرة دي المدربين بيتغلبوا بيعملوا حاجات تضيع الهدف من من القوانين السنية دي بصفة عامد لكن طبعا أنا يعني أنا مش معا ان هي أثرت بشكل كبير هي كانت محاولات وأفكار لكن يعني على مستوى المدخبات يعني المدخبات نتعيجها من شغل المدخبات مش من شغل الدوري أو قواني السنية خالص ترجمة نانسي قنقر